بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وقاتكم بكل خير ومحبة يمثل اليوم محطة مهمة في معركة الأردن مع وباء كورونا أنهينا إسبوعين من حظر التجول تخلى لها يوم كامل من الحظر الشامل أمس الجمعة نقدر عاليا تعاون وصبر المواطنين الملتزمين هذا الالتزام وكما نؤكد دائما هو السبيل الوحيد والسريع لحصر الوباء والتعامل مع الإصابات وبالتالي رفع الحظر والعودة إلى الحياة الاعتيادية الحظر الشامل الذي تم فرضه يوم أمس الجمعة من الممكن أن يتكرر خلال الأيام المقبلة بنفس الآلية والطريقة وذلك بحسب تطورات الأحوال الصحية وأعداد الإصابات بما يمكن فرق التقص الوباء من العمل بكفاءة وفاعلية لقد وردتنا العديد من الملاحظات حول وجود تجاوزات وحالة من عدم التقيد بحظر التجول في بعض المناطق خصوصا في قرى وأحياء بعض المحافظات وبالتالي سيتم تطبيق إجراءات إضافية للرقابة على تنفيذ تعليمات الحظر وضمان الالتزام به وستبدأ القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمراقبة سير الحظر باستخدام تقنيات حديثة مثل طائرات درونز وكاميرات المراقبة وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتجاوز أو يخالف التعليمات كما نؤكد دائما جلالة الملك حفظه الله يقود هذه الأزمة بكل تفاصيلها ويتابع مع الحكومة والأجهزة المعنية مستجدات الأمور طوال الوقت ويعرف تماما حاجات القطاعات المختلفة ومتطلباتها في ظل هذه الظروف اليوم نجحت مساعي جلالة سيدنا وجلالة الملك رانيا العبدالله حفظهما الله بتوفير مئة ألف شريحة اختبار جديدة للكشف عن فيروس كورونا المستجد ومجموعة معدات طبية من رجل الأعمال الصيني جاكما بما يعزز جهود المملكة في مكافحة هذا الوباء في ظل هذه الأزمة ننحني أيضا بإجلال وتقدير أمام الجهود العظيمة لنشام قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والكوادر الطبية والتمريضية الذين يعملون بصمت ويواصلون الليل بالنهار من أجل راحتكم والحفاظ على سلامتكم فهؤلاء ليسوا جنودا مجهولين كما نصفهم دائما بل هم أصحاب رسالة يؤدونها بإخلاص وضمير من أجل الوطن وأبنائه ومن واجبنا أن نقدر جهودهم قدوتنا في تقدير هذه الجهود جلال السيدنا حفظه الله الذي أجرى اليوم اتصالات عديدة مع عدد من مدراء المستشفيات والأطباء والضباط المناوبين الذين لم يغادروا مواقع عملهم منذ فترة طويلة وغلبوا مصلحة وطنهم وسلامة أبنائه على راحتهم وعلى رؤية أبنائهم وعوائلهم فلمثل هؤلاء ننحني وواجبنا أن نقدر جهدهم العظيم اليوم كذلك وضمن سلسلة الاجتماعات التي يعقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مع مختلف الكطاعات للتعامل مع تداعيات وباء كورونا عقد اجتماع بتقنية الاتصال المرئي ضم ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية ناقش الاجتماع مجموعة من الإجراءات والقرارات لحماية الكطاع الخاص والمحافظة على الأمن الوظيف للعاملين فيه والحد من الأضرار المترتبة عليهم جراء هذه الأزمة ستستمر اللجان المعنية في التعاون وعقد اجتماعاتها بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة للخروج بتوصيات وحلول للإبقاء على الحد الأدنى من العمل في الكطاع الخاص وضمان ديمومته وبالتالي الحفاظ على الأمن الوظيف للعاملين فيه سنعلن خلال الأيام المقبلة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات التي سنخرج بها للتخفيف من الآثار المترتبة على الكطاع الخاص علما بأننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات مثل تقليل نسبة مساهمة شركات الكطاع الخاص ومؤسساته في اشتراكات الضمان الاجتماعي بالنسبة للعاملين فيه بموجب قانون الدفاع بالإضافة إلى إطلاق البنك المركزي برنامج لتمويل القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون دينار لمساعدتها على تخطي الأضرار وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين فيه منذ الأمس شهدنا مبادرات عديدة من مؤسسات الكطاع الخاص والأفراد للتبرع لصندوق همة وطن وهذه المبادرات تعكس معدن المجتمع الأردني الأصيل الذي يتميز وبحمد الله بقيم التكافل والتعاضد والتماسك والتي تتجلى في أوقات الأزمات بلغت قيمة المبالغ المتبرع بها حتى اليوم سواء المدفوعة أو الملتزم بها أكثر من 39 مليون دينار لحساب همة وطن وحوالي 14 مليون دينار لصالح حساب صندوق وزارة الصحة أما قيمة التبرعات التي وصلت إلى حساب الخير فقد بلغت 754 ألف دينار نشير أيضا إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية هي الجهة المخولة باستقبال التبرعات العينية ويتم تنسيقها بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال السجل الوطني الموحد والهدف من هذه الآلية هو الحرص على سلامة المواد المتبرع بها وضمان صلاحيتها بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات ضبط العدوى في تجهيزها وردتنا مجموعة من الاستفسارات حول آلية تنقل الصيادلة فإن حركة العاملين منهم في المستشفيات الخاصة والحكومية والصيدليات الخاصة يكون تنقلهم بواسطة بطاقة نقابة الصيادلة خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تتابع الملاحظات الواردة لها أولا بأول خصوصا ما يتعلق بحركة الكطاعات المختلفة وتسهل حركة الشاحنات المصرح لكوادرها بالحركة عبر نقاط الغلق ومن بينها شركات نقل الأموال بين البنوك في ظل فرض حضر التجول الشامل للأسف رغم كل الجهود الإيجابية وحالة التماسك والتعاضد التي سادت المجتمع الأردني في مواجهة هذه الظروف الصعبة إلا أن هناك قلة قليلة أسميناها من قبل مستغلي الأزمات غلبت عليهم مصالحهم الخاصة وامتهنوا المتاجرة بصحة الأردنيين وسلامتهم لكننا لهم بالمرصاد ولن نسمح لهم باستغلال هذه الضائقة لتحقيق مآربهم البغيضة وهنا أود أن نقدر جهود الأجهزة الأمنية التي ضبطت اليوم المتورطين بتشغيل مكان غير قانوني لإنتاج الكمامات المقلدة التي تفتقر لأدنى درجات السلامة والوقاية كما وعدناكم فإننا ملتزمون بالمصداقية والشفافية لأنها السبيل لثقتكم الغالية علينا حدث اليوم خطأ تمثل بنشر أسماء لمخالطينا لأحد المصابين من أحد المستشفيات الحكومية هذا خطأ صريح ولا يتفق مع حرصنا على حماية خصوصية المصابين وتشجيعهم على المبادرة للفحص سنحرص جميعا على عدم تكرار ذلك ونشير هنا إلى الرقم 193 للإبلاغ عن حالات الإصابة أو الاشتباه أو الأعراض المشابهة للمصابين مع التأكيد على أن جميع الاتصالات تحظى بالسرية والخصوصية وهي خدمة للتشجيع على إجراء الفحص اللازم حماية للشخص وأهله والمقربين منه نؤكد هنا أن المرض مشعب العيب أن تؤذي أهلك ووطنك فيه ختاما أقول حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته وقيادته والإنسانية جمعا من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزام شكرا أسعد الله مساءكم بكل الخير العدد الكل للحالات التي سجلت في المملكة لهذا اليوم هو 13 حالة وبالتالي يرتفع العدد الكل للحالات إلى 323 حالة وقد توزعت الحالات كما يلي حالتين من محافظة إربت حالة من فندق ريجنسي لمريض لمصاب قادم من بريطانيا في السادس عشر من تموز مصابة الحقيقة من الملكية الأردنية وهي منظفة للطائرات حالة مخالطة لمصاب في عجلون خمسة من عائلة واحدة مخالطين لأبيهم والمصاب وثلاثة من عائلة واحدة مخالطين للأب والأم المصابين وهم أبناؤهم عدد حالات الشفاء اليوم 16 حالة توزعت كما يلي 11 حالة في مستشفى الأمير حمزة وخمس حالات في مستشفى الملك المؤسس باسمي واسم كل الكوادر الطبية أتقدم لجلالة القائد الأعلى سيد البلاد بعظيم الشكر والامتنان على كل الدعم والإشراف على كل كبيرة وصغيرة وسيدي اطمئنانك اليوم وكل يوم على جنودك من أطباء وممرضين وفنيين ودعمك المتواصل هو الدافع لنا للاستمرار بالعمل المخلص الدأوب كما أتقدم لكم سيدي ولجلالة الملكة رانيا العبدالله بعظيم الشكر والامتنان على تزويدكم وزارة الصحة والقطاعات الطبية بكافة احتياجاتها من أجهزة ومواد طبية رغم شح هذه المواد في السوق العالم وهو حافز لنا للاستمرار بالعمل الصادق والمخلص الدأوب باسمي واسم كل القطاعات الطبية والكوادر الطبية وأنا أصغرهم أقول لجلالتكم ابشر سيدنا نحن جنودك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة